موسيقى السيدة لينة قنوعة محللة الأسواق العالمية في ايكويتي جروب أهلا وسهلا بكي لينا نعم دعينا نتحدث عن ارتفاع الدولار الأسبوع الماضي بشكل لافت لعله يلامس أعلى مسوياته في تسعة أشهر يعني إلى أي مدى هذا الارتفاع والاستمرارية فيه ربما تكون مدعومة بالتوقعات للإحتياط الفدرالي بتقليص التحفيز النقدي ومن ثم اتجاهات ربما لرفع الفائدة هل سيدعم ذلك الدولار بشكل أكبر نعم أهلا بكي الطيب بالفعل وصل الدولار الأبريكي بالقرب من أعلى مستوياتي في تسعة أشهر وحق خلال جبعة الأسبوع الماضي ارتفاعات بواحد في البيئة برغم من تراجعاتي يوم الجمعة نتيجة يعني هناك كان بسبب نحو الارتفاع كما ذكرت الفدرالي الأبريكي وخلال اجتماعه خلال الأسبوع الماضي والحديث عن بدء تقليص برنامج شراء الأصول البالغ 120 مليار دولار شهريا لم يحدد طبعا موعد لتقليص برنامج شراء الأصول لكن نحن متوقعين أنه هل من خلال اجتماع قائم في جاكسون هول أن يكون هناك حديث نترقب كلمة من شيرون فول هل سيكون هناك حديث حول موعد وتوقيت تقليص برنامج شراء الأصول البالغ 120 مليار دولار شهريا هل سيحدث هذا الأمر في ظل انتشار متحور دلتا وفيروس كورونا اللي عم شوفه في الولايات المتحدة الأمريكية كانت هناك كان هذا الاجتماع فيس تو فيس لكن يظهر متغير الوضع في ظل هذه المتغيرات هل سيكون هناك متغيرات بالفعل أو أصبح لابد منه نتيجة التحفيزات والتسليلات التي قدمتها يعني الولايات المتحدة الأمريكية للتعافي الاقتصادي بعد أن مرى خلال الجائحة وتدعيات الاقتصادية التي حصلت بأهل بالفعل حان الوقت لتقليص تلك التحفيزات في ضوء البيانات الاقتصادية وبيانات الوظائف الأمريكية القوية التي جاءت خلال الشهر الماضي هل حان الوقت سترقب هذه الكلمة هل سيكون متغيرات في ظل هذا الاجتماع القاضي في جاكسون هول لكن إذا نحن كسرنا طبعا مستويات نتحدث عنها 93.45 للدولار الأمريكي سنرى مستويات أعلى من ذلك نتحدث عن 95 دولار وربما وصل إلى 97 دولار وخاصة إذا كان هناك حديث عن تقليص لبرنامج شراء الأصوص فنرى تلك المستويات وأيضا المخاوف من فيروس متحور دلتا سيكون لها طيب أيضا باعتباره الملاثة الآمن فسوف نرى الارتفاعات على المدى القريب للدولار نعم جيد دينا ننتقل من الدولار إلى النفط أيضا الذي مني بخسائر ربما كبيرة هي الخسائر الأكثر في أسبوع منذ تسعة أشهر أيضا يحاول الآن أن يستعيد كل ذلك ما هو الاتجاه المتوقع للنفط في ظل المحطيات الحالية نعم بالفعل كما ذكرت طيب يعني أسعار النفط تراجعت بشكل قوي خلال الأسبوع الماضي نتيجة التوقعات بصباط الطلب العالمي وخاصة يعني كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية هناك توقعات بأن يكون طباط الطلب العالمي على النفط وخاصة الطلب على الوقت خلال الربع الثالث والربع الرابع وخاصة أن الفيروس أيضا متحور ديتا والإغلاقات الاقتصادية من الدول المستهلكة الكبرى للنفط من دول آسيوية مثل الصين وغيرها من الدول الأخرى لأن تقوم بإجراءات التقييد فهي بالأول هي التي ساعدت إسعار النفط نحو الارتفاع الآن مع إجراءات التقييد فالمخاوف الآن أصبحت متزايدة في ظل إجراءات التقييد والمخاوف من طباط الطلب على النفط وخاصة خلال الفترة القادمة لننسى أن أوبك بلاس بدأت برفع تدريجي أيضا هذا يؤثر على إسعار النفط ومتحور ديتا هو العامل الأكبر وربما رغم هذا الإنكاس اللي عم نشوفه اليوم الارتفاعات نتيجة التراجعات التي شهدناها الحادة خلال الأسبوع الماضي فهذه الارتفاعات تعتبر منطقية وإيجابية بعد الخسائر الحادة لكن التوقعات ما زالت أن يكون هناك في ضغط على أسعار النفط خلال الفترة القادمة في ظل أنه ما زالت الضبابية تحول انتشار متحور ديتا وخاصة إذا كان هناك إجراءات تقييد لن تكون إغلاقات اقتصادية كالإغلاقات التي شهدناها طبعا وخلال الجائحة لأننا ما زلنا نشوف إجراءات تطعيم ما زلنا هناك سيطرة للوضع إشارات واضحة نعم على ذكر الإغلاقات جيد وصلت الفكرة على ذكر الإغلاقات والتزايد الإصابات في متحور ديتا نحن نتوقع بيانات مهمة فيما يتعلق بمدري المشتريات في القطاعات الخدمية والصناعية يعني إلى أي مدى هذه البيانات من الممكن أن تنسجم مع الإغلاقات التي تحدث مع تطورات ديتا في تقديرك نعم بالنسبة لمنطقة اليورو كانت تحققت خلال الفترة الماضية بشكل عام يعني نشاط الشركات في منطقة اليورو وسجل يعني بيانات إيجابية وخاصة حتى الانتشار متحور ديتا لن يشكل الخطور التي شاهدناها كما ذكرنا خلال جائحة الكورونا فهناك يعني بداية فعلا للتعافي الاقتصادي لكن هناك المخاوف طبعا قوة الدولار الأمريكي يعني سوف تسبب بتراجع اليورو نحن نترقب هذه البيانات لكن ليس من المتوقع أن تكون سلبية للغاية فبالتالي ربما تكون إيجابية لأن بالفعل متحور ديتا لم يعود يشكل تهديدا خطيرا على اقتصاد منطقة اليورو أيضا بالنسبة لبريطانيا أيضا ما زالت نحن عم نشوف البيانات والقوة في البيانات الاقتصادية في بريطانيا سواء حتى حملات التطعيم اللعن بتقوم وأيضا لم يعود المخاوف من الغلقات الاقتصادية كما كانت هي في السابق أيضا يعني المتوقع أنه أن تكون ليست يعني نحن نترقب طبعا هذه البيانات لن تكون بأسيئة بالعكس ربما تكون تعطي أن تأتي ضمن التوقعات فبالتالي نحن نترقب هذه البيانات لأن تأثيرها جدا مهم على الأسواق المالية العالمية فإذا جاءت بيانات إيجابية فهذا يعني قوة للدولار الأمريكي وأيضا يعني ربما ستطينا بفرصة هل سيكون فعلا هناك حديث في ظل تلك المعطيات عن بدء تقليص برنامج شراء الأسواق أما إذا كانت بالفعل البيانات السلبية فهذا سيكون هناك ضغط على الدولار الأمريكي وسيستفيد طبعا الذهب كما لا أدامي من تلك المعطيات الاقتصادية وسنرى من تلك البيانات ما مدى تأثير متحور دلتا بالفعل على التعافي الاقتصادي العالمي فبيانات بالفعل مهمة جدا لمؤشر مديري المشتريات هذا اليوم سواء من أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية نحن نترقبها على الكثب وأيضا بيانات الناتج المحلي للجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية من المؤشرات الهامة التي نتابعها في هذا الأسبوع شكرا جزيلا لك يا لينة قنوة محملة الأسواق العقبية في إيكوتي جروب شكرا جزيلا لك